موجور وتحية صباحية كبيرة لكل الأشخاص اللي عم يتابعوا حلقة اليوم من ام تي في الايف منبتدي اليوم مع فقرة نيتشر مع مارك بيروتي ومع بداية فصل الربيع أكيد ما فينا ما نحكي عن الورود الورود الحلوية اللي منزين فيها بيوتنا ووجنا يناتنا كيف نتعامل معها كيف بدنا نعملها وكيف نهتم فيها تظلها لقد حلوة وهلقدم زهرة مثل الورود اللي معنا اليوم بستوديو صباح الخير مارك هاي لورا كيفك تمام ماشي الحال يعني الورود كتير حلوين اللي معنا اليوم بستوديو كتير مفتحين كتير مبينين انهم بصحة جيدة بس وقتا يكونوا عنا ببيوتنا اوقات كتير منفقد هالرونق طبعا ومنفقد هالكمية الأزهار بفرد بفرد بلاوت كيف بدنا بدنا يكون عنا هالقد كمية أزهار بالبلاوت ضال هالقدة خضرة وضالت ضاين كل الموسم يا أستاذ خينا خبرك أول شيء عن الوردة يعني نحنا اليوم الحلقة طبعا عن الوردة اللي هي الروز في كتير عالم لما نقول ورد بفكرة عم نحكي عن الزهور الوردة هي نوع من الزهور اسمه ورد أو روزة نحنا هيدا عم نحكي عمنا اليوم يلي ما نديك فكرة ده في أنواع والأنواع الموجودة من كل الألوان بس هالأنواع اللي نحنا عنا إياها أول عم نشوفها هي ما كانت هيك بالطبيعة يعني رح باليش أقولك أنه بالطبيعة بس بلبنان عنا تقريبا 8 أنواع من الورد وكتير حلوين يعني وردات بتشوفوهم الطبيعة بتكون ماشية بكونوا عن جاتك الوحدة أحلى من الثاني في حتى واحدة اسمها روزة فينيتسا يعني هي وردة فينيتسا هذا اسمها اللاتينة فرح جرب نفرج بس صورة بالأول تفرجيك كيف الورد بكون بالطبيعة وهؤلاء اللي نصميهم نحنا أولد روزس يلي هنم نشوفهم وعادة الوردة اللي بالطبيعة هلأ منشوف صورة بعد شوي هي بس عندها خمسة بيتال يعني هي الوردة الأصلية يعني الأساسية اللي بالطبيعة صح يعني إذا نحنا نكون ماشيين بالطبيعة في لبنان أو بحالة بلد بأسيا هي أكتر شيء من هالبلدين جاية الوردة هي هيدا الشيء اللي عندها خمسة بيتال قدامنا مبينين وعندها كتير من هؤلاء السفر نسميهم حبوب الليكاحة وإيتامين بالنص هلأكيد في كتير ألوان بالطبيعة في الأبيض في الأصفر في كل هالألوان بس هالوردة ما بتشبه الوردة مئة بالمئة صح اللي صار هو أنه البوتانست بالعالم مع الوقت كتير صاروا يعملوا تزاوج مسميهم إبريد بين أنواعا من الورد تصار عنا هالوردات اللي هلأ منشوفها إن كان وردة فالنتاين يلي طويلة مثلا وكمان الزر تبع كبير إن كان وردات يلي في كزا لون مثل هيدا اللي هون اللي حد مثلا فهولي كلهم كمانا إذا بدك عملوهم البوتانست مش بس البوتانست فيه الناس الكتير كانت بتحب الورد مثلا جوزيفين مرت ولا رابوليون هي أكتر من 300 نوع ورد لأنه طويل كانت روح الحرب كانت تسلع بالورد تجيب من أين ما كان وحتى قدرت تسايف كتير من الوردات يعني وصار عنا هالورد اللي هلأ عنها وحاليا كتير أشخاص بيسموا ورد بإسمهم يعني صار فيه وردة اسمها روزا بيروت فيه وردة لجون بولدو فيه ورود قد ما بديك لي لأنه فيك هلأ أنت تدفع كمية مسار معينة اللي بيعملوا بالورد يسموا لك وردة بإسمك بيعملوها بتكون فريدة بالعالم بس هني بيعملوها يعني بيكون فيه متل تزاوج بين كذا نوع ورد بيطلع منهم وردة جديدة يعني حيالا حدا بيقدر يعمل حسب شو بدك يعني فيك تطلب وردة تكون عندها ريحة فيها تكون عندها طول معين فيكون عندها عدة ألوان سوا فهيدي هيك على السريع بس قصة الورد اللي بعدين انتشرت وكبرت هلأ العناية فيها نحن بتعرف أنه العالم بيحبوا الورد لدرجة أنه في بوتانيك الجاردنز بالعالم هني بس ديديكاتة دلال ورد يعني بتروحي بتشوفي كل أنواع الورد بمطرح واحد كيف بيزهره الورد اللي بعربش والورد هي منا بس أنه هيك نبتة منخدها ومنشمها هي نبتة عندها كتير فوائد طبية مستعملة كتير حتى بالأجرو اندستري بتعرفها شراب الورد عندها استعمالات صح قد ما بديك والورد لما بيقشت بيبقى عليها الشيء من سميه تربون الورد علميا اسمه سينورودون بس معروف كتير بروزهب هيدا من أهم أشياء فيها أنتي أكسيدنتون بيمباع دوا بصيدليات يعني كمان منفسر عندها استعمالات وهيك نحن اليوم أكتر شيء بيهمنا بيحضرونا كيف نهتم هالوردات وكيف يكونوا كيف نزين بيوتنا وجنينتنا مع موسم الصيفية أول شيء تأخرنا عن زراعة الورد لا لأنه هي لما نحن نجيبها ببو مثل نحن هلأ عنا إياها إن كانت مزهرة إن كان لأ فيها زراعة دايما أزلونج أزل أنه أنا رح قصيها لهيدا النبتة وأهتم فيها والورد عندها شغلة أفوتاج على كتير من النباتات أنها بتقدر تعيش بحياة نوع من الترب يعني أوقات نحن لما نقول للأشخاص عملوا فحص تربة ومن بعد الفحص التربة فين نقول لهم نزرعوا هي أو لا الورد ما عندها مشكلة فيها تتأقلم على حياة لنوع ترب هيدا شغلة كتير مهمة لأله بس ما بتقدر تتأقلم على يعني إذا بدك نقص المعادن أو حتى على سقاية غلط أو حتى على تشخيل غلط هيدا اللي بدنا نجارب نفسره قد ما بنقدر والوردة هي نبتة بتحب كتير الفلسن يعني بتحب الشمس ما عندها مشكلة تزرعيها حد البحر وما عندها مشكلة تعيش على الألف وستة وألف وسبعة يعني هيدا ما عندها المشكلة هي 100% كتير قوية بس أهم شيء هلها التبس اللي بدنا نخبر عنه أن تنقدر نتعب الوردة فأول شيء التشحيل كتير مهم التشحيل لأنه إذا حدا بياخد وردة ومنطلع عليها بتعرفي أنه هالوردة دايما بتزهر على أخضر بس هذا الأخضر بيطلع على شيء بني من قبل يعني فكتير مهم نعرف نحنا نشحل ورداتنا نتعلم كيف إذا نحنا بكذا حلقة قبل عاملين إذا حدا بيهمهم نرجع نبعط له لصوار كيف كانت بس تشحيل الوردة أساسة هلأ كيف يعني أساسة شو بدنا من هالوردة بدنا ياها تطول بدنا ياها تظل مثلا صغيرة ومزهرة بدنا ياها تعطي كتير زهور أو لا وهذا كله نحنا منعلمها والأهم هو أنا وين يعني إذا أنا كنت تفترضي بالجبل العالي أنا بفضل دايما ما نشحل وردات قبل هلأ يعني الربيع ليه تال براعم الموجودين قبل يحموها للنبتة من التلج ومن الشتاء هلأ فينا على الساحل مثلا نشحلها بأكتوب والتشحيل هو بحد زيته علم تعطيك بس مثل اللي بيعرفي شحل ورداته ويهتم فيها وتكون وردة حمراء فالنتين بيبيعها بعشرين مرر زيادة لأنه قدر عمل ورد بالشتاء فأي متى منشحل نقدر إذا بدك يكون عندنا هالفكرة كلها لكن الشيب طبع هالبلانت اللي عندي إيها أنا بيتأثر بالتشحيل مش بنوع البلانت أو نوع الورد مضبط يعني موضوعنا اليوم مش على تشحيل الورد بس نحنا عاملين حلقات بس عن هذا الموضوع فالتشحيل الخاطئ هو واحد من الأسباب ليه جاري عنده وردة بتعقد وأنا ما عنده وردة بتعقد هذا أول سبب سببتاني مثل ما نبين من الوردة لحدك هي أنه الورد كريم وطي يقدر هالقدة يزهر وفيها تزهر أوقات عندك أنواع مثل روزة أوروبيانة أو نسميهم فيري روزس فيونه يزهروا إلى ستة شهر متواصلة فطي يقدروا يزهروا هيك بدنا نحنا نهتم كتير بالتربة والمعادن الأرض بدأ تكون غنية بالأورغانيك ماترز تكون غنية بالسامة العضوية ونفس الوقت علق ليه لثلاث أربع مرات بالسنة بدنا نعطيها كيميوة أو فرتليزر خاصة يلي فيهم فوسفورو بوتاسيوم عالي يعني بتروحي على المحل المتخصص وبتقالي له أنا عندي ورد بديه يزهر ففيه بنشوفهم بالمطارح المتخصصة مكتوبة عليهم روز فرتليزر هذا بس معقول للوردة فبدو يكون نفس الوقت يخليها تطول وتعمل استامز عاليين نفس الوقت يخليها تعطيه ورق بس الأهم لزهور هذا اللي نحنا بدنا كيف يستعمل بالترب؟ فينا نجيبهم غرانيول ونحطهم فينا نحطهم بالأرض ونصقه وفينا لأه إذا بدنا مفعول سريع هو أنه نجيبهم من المسميهم فوليور يعني هو السماد الورقي كمان نحطهم من رش على الورقات كمان 3-4 مرات بالسنة كمان هيدا بساعد كتير فالتشغيل كتير مهم النوع التربة كمانا كتير مهمة كمانا نقدر نعملها يعني نحنا يعني لما يكون عندنا ورد كتير مهم هلأ عنا كمان الشغلة الأساسية هي الأمراض حاليا بتشوفها بكتير مطارح بالبنان بتشوفها هالورد نحن بلش بمثلا على من كيف تعرف أنه في من غير أنه بتشوفيهم فوق بيكونوا دغرين قربين على الورد مثل حشرات كتير صغيرة بتشوفها نمل اللي عم يمشي على الوردة نمل لما يكون موجود معناته أكيد في من لأنه المن بحب الوردة يعني هي أروماتيك عندها وقت ريحة حلوة بياخد الميلا منها يعني مثل هكي اللي كيد أبيض بيخدها منها وهي دي كمان شغلة كتير أساسية تنعمل يعني ننتبه لهم فالمن بيقدر كتير يضعف الوردة وبدأ لما بيقعد فوق بيكون هو عم بياخد السيف بدأ عفله البرام يعني بيتبطر تكبرهم لأنه هو عم بياخد الغذاء يعني النبتة عم بتجارب تأخذ هالغذاء من الأرض وتطلعه على الورقة هو عم بقى الشطاء هون شو حلو سو المن بدنا ننتبه لهم وريحتها حلوة هيدا مثل بودرة بايدة على الورقات والتبقع بتشوفها هالورقات عليهم مثل هيك سرق البنة أو أصفر هون اتنيناتهم أمراض فطرية وهون دايما أنا يعني بقال لهم لما بتبعتوا لنا يهون بيكون شوية تأخرنا سونا نحن لازم نعرف إذا كل سنة وردتي بترمد أو بتعمل تبقع ما أنتر لتصير هي بتضويق الرمض هو أو الأمراض الفطرية هن أمراض بيجوا بسبب الارتوبة العالية أو لسقاية الغلط أو الشوب علي يعني مثلا يلي بيجي برش على ورداته وبيكون في شوب بيعلي نسبة الرمض المطارح اللي فيها كتير مثلا ندة بتعلي نسبة الأمراض الفطرية فشو بنعمل تشحيل مظبوط لتتهول نبتة نقدر نرش بريفنتي في جنزائرة كبيرية هالإشه اللي بنحطهم كمان على الأمراض الفطرية وأول ما تبلش ننتبه أنه صار في بودرة بايدة أو هي طب إذا بلشت من بعد ما كانت زهريتين بنص الموصل مثل هلأ وأنا ما بدأ زيها شو بعمل في هالحال بقدر رش بنص الموصل ولا بس بريفنشن بقدر هلأ هو بريفنشن هي الأحصن بس لا لأنه إذا أنت جيت بس هالمرض جديد أو المن جديد ما مش ناك نجد نتعلم نعمل بريفنشن من سنة لسنة مش يعني ما فيك بس تقلك لا بتكون مش زابطة كتير لأن أول شي لما أنت بيجي ترش في كتير أمل أن يكرب الرش القوي تخبر اللي زهور يقشته صح 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 هذا أول شغلة الشغلة الثانية ما هو المرض بحد ذاته لما يصير فيه رمض أو تبكع يعني الورقات طبعا النبتة عم يضعفو والنبتة هي مثل معمل الأساس طبعا هي ورقاتها دايما نحن بدنا نكون عنا هلسي ليفزي يعني الورق يكون منيح ليه لأنه الورق هن اللي بيستعملوا أشعة الشمس اللي يحولوا المعادن لأنرجي تهي تكبر هيدا نبتة من دون ورق سليم ما بيمشي الحال مش هنالك ريزم ننتبه قبل وما ننطر مثل ما نقول علميا أنه يستفحل المرض تنبلش نعمل التريتمت يعني إذا شفنا رمض أو تبكع بالأول نبلش بهذه الفترة نرش وأكيد فينا الرش أدوية تكون كمانا عضوية أو مش أنه هيك أدوية تكون سامة كتير وهون أنت ما زينا عم تبرم الوردة لورا إذا تفرجيها من هالمال بتشوفي كيف الزهور قالبين طح من هون هيك برامت تفرج هيدا أوكي فكتير مهم الورد الآلي بننطفه ندلنا نقصه طنعت إذا نقول أمل للوردات التانية يرجعوا يزهروا ويكبروا مثل ما هلأ نبين أكيد يعني فدائما نحط إيدي بالوردة تبعي أسئصة بتكون كمانا هيك طريقة حلوة نهتم فيها ويحبوا نغنجهم طيب يقدروا يعطوا أكيد ورد كمانا سليم فهول الأساس بالوردة يعني أنه أنا حتى بأرد تكون غنية بالمعادن لدرد زهير ما عندها مشكل بالساعة أعرف شحلة وانتبه للأمراض فهول الأساس فيهم طب أنا وقتتي بس وحدة مثل هيدا أنا مفروض إيجي قصة صح طب تنزلي شوي تحت ببين هي وين سفرت وبتقص طريقة القص كمان لورة هي كتير مهمة لأنه أوقات نحن لما منقص الورد بطريقة غلط كمانا منضعفهم وبدأ أعرف أنه عملك أعملها شايبينج يعني أنا وعملها بقصهم بدي خطط لهالسنة وخطط للسنة ج وهيدا الأساس مشان هيك مش مما كان بيعفشح الورد يعني الورد مثل عريشة مثل أورتانسيا مثل الكيوي هولي نباتات أنه بتشحليهم مظبوط لأنه بالسوق في عدة أنواع ورد معمولين بعدة طرق فيه مثلا أنواع من الورد هيدا كتير ترندي في لبنان لما أنت تعملي مشروع ورد للفلور كوباي يعني عندي كات فلاورس اللي بينباعوا فعادة اللي بيجيب ورد بيجيبهم في توردي من إسبانيا بيزرعهم 3, 4, 5, 6 سنين حسب وبتخطير الوردة تخطير شو معناتها الوردة فيها تضلع عايشة 20 و 30 سنة وأكتر بس لحدة عنده مشتل بده يقص إذا قل مثلا إذا هو لازم تعطيه 20 وردة طويلة وعطيت عشرة يعني خط يريد فبخيرها فهن بيقص بيشلوه من الأوراد بيحطوهم بويات وبيبيعونا إياه ثم ننتبه إذا نحن هالوردة اللي عنا إياها أو لا جايين وردة بعدها صغيرة بالعمر مثلا جاي من برها بتختلف طريقة المعاملة مشانين كمان لديه أسعار مختلفة كمان بالوردات يعني هذي كمان كمان كتير هالوردة اللي بدأت عيش يمكن نفترد عشر عشرين سنة بدأ هي مسايحة إذا أنا زرعتها ببكة فلير ما أقول كون عم حدلها أو بيبو ما أقول كون عم حدلها من نموة يعني ما أقول ما تعيش هالقاد هلأ هول الوردات اللي معنا لك قد حلوين وبيبو كمان هلأ أكيد كلما نكبر كلما أحسن عادة وردة واحدة فيها أوقات رح ينصدم العالم بالرقم تاخد مترين مربعة قد ما بتكبر برياحها وحسب شو الوردة كنت عمليك أنه في الورد الجزع الواحد الجزع الواحد يعني في عنديك ورد بعربش وفيها تصل لعشر متر عنديك ورد يلي بياخد أسباس كبير في الورد اللي بيعلى في الورد البومبون أو الفيري اللي بدأ له صغر سو حسب أكيد أي وردة في البيبي روزز هيدا الفيري أول بومبون هيدا هول البيبي روزز العلميا يعني بقلوله أنه هو ليك الفكرة الأساس لورو أنه وردة بتكبر وبتعطي زهور قد ما عندها تراب يعني مش ناكي كلما بتكبرينها البوك كلمة أحسن مش يعني ما فيها لكي الريزالت قدها حلوة بس ساعتها نحن بنعرف نسمد له ما فينا نتكل ساعتها على الغزاء بس بالأرض بنا نتكل على الغزاء الورقة للدلع الوردة الأد هلسة والأد حلوة وتكون مزهرة وعم تعطي وكتعاملي كمان لأنه الإنسان كيرا عم يتدخل بالورد عم نعمل إبريد يعني يكونوا يزهروا كتير مثل مثلا أن الروزة أوروبيانا في منها أكيد ألوان حمراء مثل هيدا اللي حديك فوشيا وفيه أبيض هول الوردات بزهروا كتير يعني هولي هلأ منشوفهم بزهروا من أوقات أربع خمسة شهور متواصلة فكمان هيدا بدي أكيد تربة عادة أن نحن نزرع من حتى اتنين بالمتر بس كتعامليك أنه في مردات بيقدروا يكبروا أبطو مترين طبعا أوقات منشوف مثل الوردة لحدك اللي لونة روزة ممشحة صح ويمبين لونة مثلك أنه مشغول فيه أو هي طبيعيا هيك لا هي مش طبيعيا هيكتنا عم قلليك كيف الورد بالطبيعة فرجعناهن قبل الورد بالطبيعة سوحيدي أنا إذا بدأ أرجع أزرع منها أو الشي رح ترجع تطلع مثل ما هي أساسا أو رح ترجع تطلع هيك يلا تقليك بس أرجع وضح شغلي أنه الورد بالطبيعة عنده عادة مثل ما قيلت خمسة بيتال بس في بس وردتين من العالم عندهم أربع بيتال هلأ لما صرنا نعمل هالتزاوج وصلنا لهذه الموشح والألوان كلها والألوان المختلفة هيدا موجودة هلأ كيف بتكتري إذا أنا بياخد من هالوردة وبقصة وبشكة 90% بتطلع مثل أما فبتطلع مثل هيدا النوع هلأ ما دوري تطلع ذات الشي يعني بالقوة فمشان هيك في كتير عالم بياخدوا ورد من البزر وبيزرعوا بالبزر في العامل الجيني بدأ أرجع طعامهم فهون بتختلف كتير بس عادة إذا شفت ورد حبيتها إذا قصيته وزرعته منها بتطلع هي زيتا لما بدنا نكتر الورد من نسميها يعني بوطيراج أو شك هون كمان بدنا ننتبه أنه ما في قص كيف ما كان بدأ قص على العقد هيدا وين بدأ قص يعني على العقد رح جرب فرجيكي هون مثلا ويجربوا يخذوا لنا إيها نقريب تنفرج كيف تصير الخبرية إذا منقدر نفرج مثلا أنا هيدا الورد اللي أقول عجبتنا فهون إذا أنا بيجي وبقص بالفراغ يعني خلين نحط إيدي هون إذا بقص من هيدا الفراغ لهيدا الفراغ يعني ما فيه ولا عقدة ولا ممكن تعيش الوردة فأنا تقدر بدأ أنزل شوي لتحت وهون على العقد قص أترك على القليلة مثلا واحدة تحت تحت التراب واثنين فوق التراب تقدر شك هن هينين بس القص طبعي بدأ يكون دايما على عقد وعلى أكتر شوي قديم أو خشب وبدو يكون كمانا شوي أبليك يعني هون مطارح هيكة أكيد أبليك مع العقدة بس أنه إذا بقص بهذه كلها وبشكها ما بتزبط هلأ مش بس كمان فيه شكة بتراب لقدر شك وردة بقدر حطها بالماء وبتشالش بريحة وقدر إرجع زرعة بس مضطرة كمان أكون عم نقي غصن أخضر لا حتى إذا بنزل شوي على البنة على البنة بيمشي الحال بس مش الجداد يعني لازم ننزل قد ما فينا لتحت كتير حلوين مارك تانكيو كتير على كل هيدا المعلومات نحن مشوفك بحلقة جديدة نهار الخميس مناخد بريك ومنرجع